موسيقى 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 لا يكفي الاعتذار إلى جانب الاعتذار يجب أن تقوم بريطانيا بإجراءات عملية وعلى رأسها الاعتراف بدولة فلسطين واتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل التي تواصل عملية التطهير العرقي وتواصل الاستيطان وتستند إلى نفس وعد بالفور هذا الوعد هو أصل المأساة من هنا بدأت مأساة الشعب الفلسطيني وعلى بريطانيا بعد هذا العمر الطويل من مأساة شعبنا ونكبته وكل ما تعرض له خلال هذه العوام الطويلة عليها أن تتحمل مسؤوليتها كاملة عليها أن تعتذر للفلسطينيين وعلى معاناتهم وأيضا عليها أن تقدم العوض وكل الضرر الذي لحق بالشعب الفلسطيني على بريطانيا أن تتحمل مسؤوليته كاملة هذا الشعب لن ينسى ولن يخفر هذا الشعب لأنه بهذا المسؤول ولهذا الأخلاق موسيقى 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 موسيقى